اشتركوا في القناة الحوز وأهميته في التبرعات المحور الأول تعريف الحوز وحكمه والحكمة منه أولاً تعريف الحوز ماذا نقصد بالحوز في اللغة والإصطلاح الحوز لغة هو بمعنى الضم إلى النفس حيازة الشيء بمعنى ضمه إلى النفس فيصبح ملكاً لمن حازه والحوز في الإصطلاح نقصد به وضع اليد على الشيء أو على الحق بوجه شرعي مشروع بوجه شرعي سواء كان هذا التبرع صدقة أو هبة أو غير ذلك أصالة أو نيابة يعني الحوز يكون بالأصالة فالمتبرع عليه يحوز الشيء المتبرع به بنفسه أو يحوزه عنه وكيله ومن ينوب عنه العنصر الثاني حكم الحوز الحوز شرط صحة في التبرعات فهو شرط صحة يعني أن التبرع يلزم بالعقد فبمجرد الإيجاب والقبول يصبح العقد لازماً لكن هذا التبرع لا يتم ولا يكتمل إلا بحيازته فإن لم يحز الشيء المتبرع به وبقي تحت يد المتبرع حتى حدث مانع من الموانع بطل التبرع كمرض موت المتبرع أو إفلاسه أو شيئاً من هذا القبيل كما سنرى لاحقاً ودليل ذلك قول جماعة من الصحابة لا تجوز صدقة حتى تقبض وتقبض بمعنى تحاز لا تجوز صدقة حتى تقبض تالتاً أحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بالحوز ألف من واجب المتبرع لحيازة التبرع فما الذي يجب على المتبرع تجاه المتبرع عليه يجب عليه تمكين المتبرع عليه أو نائبه من ماذا؟ من تحويز المعطى أي الشيء المتبرع به بل يجبر على ذلك إن كان المتبرع عليه معيناً كأن يتبرع لفلان أو فلان الآخر ولا يجبر على ذلك إن كان المتبرع عليه غير معين كالفقراء ولا يجبر كذلك إن علق تبرعه بنذر ومعنى النذر النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب قال تعالى يوفون بالنذر إذن حكم النذر هو وجوب الوفاء به إذن قلنا أو علق تبرعه بنذر كأن يقول إن نجح ولدي في الامتحان فداري للفقراء أو ربطه أي ربط نذره بيمين كأن يقسم أن داره هي كانت هيبة لدار الأيتام أو ما شابه ذلك في هذه الأحوال الأخيرة لا يجبر على تمكين المتبرع عليه من تحويز المعطة وتتم حيازة التبرع كما يلي إن كان المتبرع به أرضا وجب تسليمها للمعطاله وتمكينه من التصرف فيها في حرط وغرس وزرع وما شابه ذلك أما إن كان دارا للسكنة وجب على المتبرع إخلاؤها من شواغله يعني كل ما يشغل به السكن من آثاث وغيره ثم تسليم مفاتيحها للمعطاله قبل حدوث مانع من الموانع كما سنرى إذا كان هذا هو واجب المتبرع فما واجب المتبرع عليه لحيازة التبرع يجب على المتبرع عليه أن يظهر تصرفه في المتبرع به بحرط إن كانت أرضا أو سكن إن كانت دارا أو إكراء أو غير ذلك فلابد من إظهار التصرف فالتصرف دليل على الحيازة قلنا أن يظهر تصرفه في المتبرع به أو يجد في طلب الحيازة لأن يطلب الحيازة وأن يستمر في ذلك بجد واجتهاد حتى إن قام مانع قبل تمكنه من الحيازة صحت حيازته وإن لم يكن الحوز منه فعليا وعمليا لكنه كان مجدا في طلبه رابعا ما الحكمة من الحوز الحوز قارينة على التملك وانتقال العطية من المتبرع إلى المتبرع عليه كما أنه دليل على انتقال الملك كما قلنا من يد إلى يد من يد المالك الأول إلى يد المالك الثاني والحوز أيضا هو وسيلة لحسم النزاع والخلاف بين من بين المعطى له يعني المتبرع عليه وبين ورثة المتبرع ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو بعنوان شروط صحة الحوز للحوز شروط أربعة وهي حصول الحوز قبل المانع الشرط الثاني المعاينة مع الإشهاد الشرط الثالث عدم عودة المعطي إلى العطية مدة سنة من تاريخ التسليم الشرط الرابع الجد في طلب الحيازة بالنسبة للشرط الأول حصول الحوز قبل المانع ومن الموانع المرض المخوف المرض المخوف أو المخوف والمرض المخوف هو الذي يكثر الموت بسببه ويعرف كذلك بشهادة الأطباء الأخصائيين مانع آخر وهو الموت أي موت المتبرع قبل الحيازة مانع آخر وهو الجنون أو السفة والسفيه هو الذي يبذر أمواله فيما لا فائدة فيه أو استهلاك العطية كأن يستهلك المتبرع العطية أو الشيء المتبرع به مانع آخر إعطاؤها لثان حازها المتبرع يتبرع بنفس الشيء المتبرع به أولا ولكن لشخص ثاني الشخص الأول لم يحز الشخص الثاني حاز إذن بطلت بطلت بطل التبرع الأول وصح التبرع التاني الذي هو لصالح من حاز مانع آخر وهو الإفلاس كأن يستغرق الدين جميع مال المعطي أو المتبرع نقطة أخرى لها علاقة بهذا الشرط وهي حيازة الأبي عن ابنه الصغير حيازة الأبي عن ابنه الصغير تختلف باختلاف المتبرع به فإن كان من القيميات أي يمكن فرزه وتمييزه عن غيره ويدخل في ذلك العقار وما شاباه فحوزه جائز لماذا؟ لأن القيميات متميزة ومفرزة أما إن كان من المثليات من نقود وكيل وغيره فحوزه جائز ولكن بشرط وهذا الشرط هو عزله عن غيره نقطة أخرى تتعلق بنفس الشرط عند الشك في الأسبقية بين الدين والتبرع والتبرع الشك في الأسبقية بين الدين والتبرع أيهما يقدم هل يقدم الدين أم يقدم التبرع بطبيعة الحال يقدم الدين لأنه واجب أما التبرع فهو منذوب والواجب مقدم على المندوب ننتقل الآن إلى شرط آخر وهو المعاينة مع الإشهاد المعاينة مع الإشهاد هذا شرط كذلك من شروط صحة الحوز يتم ذلك بتوجه البينة ونقصد بالبينة الشهود صحبة المتبرع عليه إلى مكان المتبرع به ومعاينته إن أمكن بطبيعة الحال وتدوين ذلك فإن تعذرت المعاينة لظرف الماء كحروب أو مرض أو غير ذلك فإن تعذرت المعاينة اكتفي بالصيغة والإشهاد إذن قلنا المعاينة مع الإشهاد هذا هو الأصل أما الاكتفاء بالصيغة والإشهاد فهذا استثناء له ما يبرره الشرط التالت هو عدم عودة المعطي إلى العطية مدة سنة من تاريخ التسليم عدم عودة المعطي المتبرع إلى ما تبرع به مدة سنة كاملة تبتدئ من تاريخ التسليم فإن عاد قبل السنة فإن عاد قبل السنة وبقي في العطية إلى حدوث المانع بطل التبرع كأن يهب منزلا لأحد ثم يأتي إلى هذا المنزل ويبقى فيه إلى أن يموت فيه بطل التبرع أما إن غادر قبل المانع أو عاد بعد السنة فالتبرع صحيح ننتقل الآن إلى شرط آخر وهو الجد في طلب الحيازة على المتبرع أن يستمر في طلب الحيازة بكل الوسائل المشروعة لماذا؟ لأن ذلك يمنع المتبرع وورثته من العودة إلى العطية استنتاج قيد الشرع التبرعات بضرورة إخراجها من يد المتبرع قبل حصول ألمانيا لماذا؟ نفيا للتهمة لأن المال قد ينمو فتتعلق به حقوق الغير نختم بنص دائم له علاقة بالحوز وأهميته في التبرعات فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال والأسلوب هنا وأسلوب من أجل النهي ما بال رجال ينحلون بمعنى يعطون ويهبون ينحلون أبناءهم نحلا أي عطايا ثم يمسكونها ومعنى يمسكونها يعني لا يفوتونها إلى أبنائهم فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطيه أحد وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورتته فهي باطل أخرجه الإمام مالك في الموطع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة